يا صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان برحب بحضراتكم النهاردة في حلقة جديدة ومهمة جدا من برنامج خير بلدنا احنا النهاردة في خير بلدنا معنا موضوعات مهمة جدا وكمان معنا مفاجأة هتهم كل اللي بيتابعنا وبيتفرج علينا بس خلونا في البداية قبل ما نعرف مفاجئتنا حابل لنا رحب بزميلة سارة اللي بتتضم لنا الفريق عمل خير بلدنا اهلا بيك يا سارة اهلا بيك يا سارة وحب اللي انا رحب بزميلة طبعا اللي بيشاركوني تقديم برنامج خير بلدنا الزميلة ايمان فاضل والزميل احمد القاضي صباح الخير يا شباب صباح الخير عليك يا اميرة صباح الخير على مشاهدينا عليكم زميلاتي اللي موجودين معنا في الصدر صباح الخير على مشاهدينا الكرام واهلا بيكم في حلقة جديدة ومهمة من حلقات برنامجنا خير بلدنا خير بلدنا مش بس في الزراعة ولا في الصناعة خير بلدنا في حاجات كتير قوي حلقتنا نهاردة هتبقى عبارة عن فقرتين وده اللي هنعرفه دلوقتي وطبعا هناش ما هدرككم في الفقرة الأولى موضوع الإصابة بالانزلاق الغضروفي لأن في الحقيقة في الفترة الأخيرة ازداد عدد الأشخاص اللي بيعانوا من الإصابة بالانزلاق الغضروفي واللي بيكون سبب أساسي في حدوث آلام فظيعة لا تحتمل فيه الظاق طبعا هتكلم معاكم عن أسبابه وبالتأكيد هنعرفكم طرق علاجه وكمان طرق اللقاية منه كل ده هنعرفه مع الكيمة والقامة الطبية الكبيرة دكتور أحمد محمد رفعت استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقر أما عن فقرتنا التانية زي مع ودنكم هتكون عن الزراعة ومجالتها المختلفة والنهاردة هيكون معنا مبادرة وشبابية عظيمة جدا مبادرة شجرها إيه هي فكرة المبادرة وإيه أهدفها ده كله هنعرفه مع دكتورة غادة محمد عبد المنعم أستاذ مساعد مركز المخلص الزراعية وأحد مؤسس المبادرة طبعا المبادرة شجرها هي مبادرة مهمة جدا ومفيدة مهمة جدا هي مش بس بتخدم المجال الزراعي ده هي بتخدم المجتمع كله إن شاء الله أتمنى اللي أنتوا تتابعوها وكلكوا هتستفيدوا منها بإذن الله فاصل وبعد الفاصل هيكون معنا فكرة طبية مهمة جدا عن أمراض الانزلاق الغدروفي هنناقش معاكم أعراض المرض ده وإزاي طرق علاجه مع الدكتور أحمد محمد رفعت استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقر فاصل ونعود إلكم معنا بنراحب بكم مشاهدين الكرام مرة تانية بعد الفاصل الانزلاق الغدروفي وإيه هو الانزلاق الغدروفي لما يجي لك شاب لسه سنه صغير ويقولك إن أنا عندي انزلاق غدروفي وهو لما تكون قاعدة بتاعتك مش صحيحة أكيد هيجي لك انزلاق غدروفي لما تكون بتشيل حاجة بطريقة غير صحيحة وبتتعافى شوية مع الشيئلة أكيد هيجي لك انزلاق غدروفي لما بيكون وزنك تقيل أكيد برضو هيجي لك انزلاق غدروفي ايه الانزلاق غدروفي وايه أسبابه وايه طرق علاجه وده اللي هنعرفه في الفقرة بتاعتنا دي مع الدكتور أحمد محمد رفعت استشاري جراحة المخ والعصاب والعمود الفقري جراحات مناظر العمود الفقري والجراحات المكروسكوبية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور زكسار أهلا بحضرتك طيب يا دكتور عايزين كده قبل ما نتكلم عن المشكلة عايزين نبزة كده مقتصرة يعني ايه انزلاق غدروفي تمام احنا قبل ما نقول انزلاق غدروفي لازم نعرف الناس يعني ايه غدروفي تمام الغدروفي ده عبارة عن أرس حواليه سائل جيلاتيني محاط بكابسول ربنا خلقوا في العمود الفقري ما بين الفقرات العنقية والصدرية والقطنية علشان يقوم بوظيفة الوظيفة دي بسطها للناس كأنه وسادة هوائية بتمنع احتكاك الفقرات وتسهل وتعمل ليونة في حركة الفقرات بتاعة العمود الفقري تمام ده بيساعد البني آدم الطبيعي لأداء وظيفة العمود الفقري نوع يتحرك بالليونة يعمل الانحناء يعمل التواق بسيط ما يحصلش احتكاك ما يحصلش احتكاك ويبقى فيه ليونة في الحركة تمام كل الحركات دي بحدود لان احنا طبعا عندنا العضريف دي ربنا حاطت جنبها حاجات تساعدها علشان تؤدي وظيفتها بشكل سليم زي العضلات زي عندنا الاربطة اللي بتمسك العمود الفقري زي فيه مفاصل زي ان القرص ده نفسه محاط بكابسول في بعض مناطق ضعف في الكابسول بتاع الغضروف دوت اللي هي المناطق الجانبية ودي لما بيحصل حركة غلط او ضغط على الغضروف دوت بيبدأ يبرز من مكانه ويضغط على الاعصاب اللي بتسمع للاطراف سواء الايدين لو في الفقرات العنقية او الساقين لو في الفقرات القطنية تمام في بعض الحالات التانية ان احنا ممكن يحصل فيه تآكل او دمور من كتر الحمل على العمود الفقري والسائل بتاع الغضروف دوت يحصل فيه جفاف يعني من كتر الحمل اللي هو الحركة الغلط او بيحصل حركة لوت زيادة على الغضروف دوت بصفة مستمرة يعني الساقل ده بيقل وفيحصل فيك بيحصل الجفاف او بيحصل الجفاف تمام فبيؤدي الى خشونة في المنطقة ديت والغضروف يفقد وظيفته ويبقى هو مصدر ازعاج بدل ما هو بيقوم بوظيفة معينة لا بيبقى مصدر ألم ودي بنشوفها اكتر في حالات مع تقدم السن لكن احنا معظم الحالات الشائعة بتبقى الغضروف موجودة في المناطق العنقية والمناطق القطنية وبنسبة اكبر في المناطق القطنية عند الفقرة الرابعة والخمسة ده اعلى نسبة ويليها الفقرة الخمسة قطنية والقول عجزية طيب عايزين برضو نعرف ايه الاسباب اللي خليه يبقى فيه عند انزلاء غضروفي ايه الحاجات الاساسية عندنا اسباب كتير جدا بتتراوح من كل بن ادم للتاني حسب طبيعة حياته وحسب التكوين الجثماني بتاعه يعني انت حرك ممكن نشوف حد من البنيين ربنا يديهم الصحة بيبقى طالع شايلش كارتسمنت طالع ينازل بيها خمسين كيلو واموره ماشية مستقرة اه الحمد لله ربنا يديهم الصحة ممكن تلاقي حد ماشي يقولك انا اتك عبلت في طرف السجادة ظهر يتمزق وجال يقدروه فدي كل حاجة اه دي كل حاجة بتبقى لها علاقة بالطبيعة اللايف ستايل او بالحياة بتاعة البني قدم ده لكن في عامل ستة لازم ناخد بالنا منها ان احنا طريقة القعدة بتاعتنا طريقة الحركة ما عملش حركة مفاجئة تأثر على العمود الفقري او تعمل انحناء او التوقش دي في العمود الفقري ما شلش بطريقة غلط يعني دكتور طالما انت شخص ثابت غلط ان انت تتحرك بطريقة مفاجئة طريقة مفاجئة بعمل زي عصرة او سترين على المنطقة دي فكل المنطقة بتتضغط اضعف حلقة في المنطقة دي تلاقي الغضروف فسهل جدا ان هو يبرز بالمكان تمام عندنا مشاكل تانية كتير يعني انت ممكن حد مثلا ما بيلعبش رياضة وده بيؤدي لضعف العضلات فيبقى في حملة زيادة على العضن وعلى الغضريف مع اقل حركة او حتى بدون حركة ممكن يحصل ارتخاء في الكابسول بتاعه ويبدأ الغضروف يطلع من مكانه يضغط على العصر هو بالنسبة الكعب يا دكتور الكعب اكيد برضو الكعب ده ده مشكلة سياسية مع السيتاب بزينار بنعب لكن هو اللي عامل طبعا اساسي تب ازاي اللي احنا نلبس كعب بس ما جلناش نزلاجه ده بيبقى في بعض الاحذيات الطبية بيبقى عالية لكن مريحة للقدم تبقى ماشية ومريحة للقدم بدل ما احنا ماشيين بيبقى الساق بتتهز فبيحصل ان الجسم لا اراضيا بيشغل عضلات معينة بصورة زيادة عشان يحفظ الاتزام بتاعه يعني نفس اللي اللي قدام بيبقى يكون وراء ما يكونش واجه بيبقى لها وصفة بيبقى لها طبعا وصفة بيحصل ان احنا نحمي العمود الفقر لو انت عندنا مراكز الاتزام في المخ لما بتلاقي ان الارض مش ستة تحتك سواء يعني حدها هيتزحلق او كده بيشغل عضلات زيادة بحصل انها تحفظ الاتزام بتاع الجسم وده اكتر عضلات بتبقى فيهم بتبقى في الجزع بتاع الجسم اللي هي طبعا مسكة في الغضروف فلو حد تزحلق حركة غلط او حصل التواء ممكن يبقى عرضة لاصابة اكتر بالغضروف تمام ايه المضاعفات بتحصل بسبب انزلاق الغضروفي احنا يعني عندنا مضاعفات كتير اولا من بداية من الالام الشديدة اللي ممكن تحصل مكان الانزلاق الغضروفي سواء لو غضروف عنقي هتعمل لنا الام في الرقبة ممكن تأثر تعمل شوية صدع في المنطقة الخلفية من المه ممكن تعمل الام في الكتفين ممكن تعمل الام تسمع في الدرعين وممكن يبقى فيه احساس عند المريض شوية برعشة او تنميل ويجي يمسك حاجة فترة طويلة يحس ان ايده بتغدل وممكن تقع منه او مع الوقت ممكن الاصابع يحصل اه طبعا ممكن يحصل تنميل وميبقاش عنده القدرة باحساس بالاشياء في ايده عندنا طبعا مشاكل تانية عند الفقرات القطنية ممكن يبقى فيه وجع شديد في الضهر يأثر على الحركة المريض يجي يقوم يجي يقوم من مكانه عنده وجع يجي حتى بيتقلب بالليل على السيدة عنده وجع الحركة معينة يجي يقوم ويقف رجله تنميل ويجي وجع ينزل في رجله يعني من خلال ده يا دكتور اعرف ان ده عنده الزلاق غضروفي اه فيه علامات بتقول لنا ان المريض ده عنده احتمالية كبيرة ان هو يكون مصاب بان الزلاق غضروفي بس طبعا ده اللي هيشخصه ويحدده لازم يكون جراح مخو عصاب عمود فقري متخصص المريض يرجع له عشان مش اي حد نقوله لا انت عندك ألم في الضهر يبقى ده نزل الزلاق غضروفي يعني فيه علام متفرقة في الضهر لكن احنا الألام اللي نقدر له المريض خد بالك منها انت خلي بالك انت بعرضا او انت حصل لك إصابة بالغضروف لو في الفقرات العنقية هيلاقي ألام شديدة في الرقبة ممكن الألام دي بتسمع بتنزل في الدراع سواء يمين او شمال حسب درجة او ممكن للدراعين يحس المريض بيجي يقولك انا حاسس كأن فيه كهربا مشيه في الايد ويجي يقولك لو مسكت حاجة تنمل او كأن فيه رسعة كهربا بتحصل يعني حضرتك بتأثر على المنطقة الجزء النص اللي من فوق كله ده لو غضروف عنقي بسيط بيسمع في مخرج الأعصاب الخارج أصاد الغضروف المصاب ده تمام؟ في بعض الغضريف الكبيرة في الفقرات العنقية بالأسف انها بتأثر على الحبل الشوكي نفسه الحبل الشوكي ده يعتبر كابل الكهرباء الرئيسي اللي بينقل الكهرباء من الأوامر الحركية من المخ للجسم وبيستقبل إحساس من الجسم يوصله للمخ الإشارات فلو في غضروف كبيرة في الفقرات العنقية للأسف انها بتعمل مشاكل أكتر من الألام دي بتعمل مشاكل في الحركة تخير المريض يحس ان الجسم متكتف ماشي كأن فيه حاجة شدال الأرض يقولك كأن فيه مغناطيس شدال الأرض مش قادرا الرجلي تيبس شديد ممكن يجي له تقلصات شديدة مرة واحدة في الإيدين أو في الرجلين يعني هركته بتكون تقيلة اه طبعا ده لما بتبقى الغضروف الكبيرة المؤثر على الحبل الشوكي لكن الغضروف اللي هي بتبقى جانبية اللي بتؤثر على مخارج الأعصاب دي بيقتصر ألمها انها ممكن تعمل ألم على المنطقة اللي بيغزيها العصب المضرور ده أو العضلة اللي بيحركها نفس العصب نيجي بقى لمنطقة القطنية وهي دي بتبقى الأكثر شيوعا في الإصابة خاصة من الغضروف تقال الرابعة والخمسة ويا ليه الخمسة والعجزة الأولى بتعمل ألم في الضهر خاصة إن إحنا عضلات الضهر عندنا بتبقى من أخوى العضلات اللي في الجسم فألمها بيبقى جديد شوي والألم ساعات بيمتد من الورك لغاية طول الساق يوصل حتى للقدم والأصابع في مناطق معينة يجي المريض بيشتكي من شد كأن حاجة مشدودة في الرجل لما يكون الإنزلاء الغضروفي في الفقرات القطنية في الفقرات القطنية يجي يشتكي ألم شديد في رجل أو في رجلتين تنميل في كافة القدم تنميل ساعات بيوصل لمنطقة الحض أو لمنطقة السفلة يجي يركع وضع الصلاة مش قادر في بعض الناس وباليوم صاحي يقول لك بقى يجي أرفع رجلة على الحوض عشان توضع مش قادر ودي طبعا من أحد الأسباب الشهيرة للإصابة بالغلوب أن أنت يجي يعمل حركة مفاجأة تمام فدي سمع في ظهره وتعملها مشكلة يعني دكتور ممكن من حركة مثلا مفاجأة أو أي مثلا التفات ده ممكن يجيب انزلاء الغضروفي في نفس الحال لو حركة عنيفة والجسم مش هو مستعدلها يعني السبات أتحرك على طول يعني مثلا حد ماشي تزحلق دي حركة الجسم مش مستعدلها مش مستعدلها فتبقى حركة عنيفة تيجي تشيل مثلا حملة قيل بطريقة غلط فتلاقي جزء من الجسم تحمل عليه أكتر وضغط الغضروف دوت لأن دي الحلقة الضعيفة اللي في النص شالة وزن أكتر من لازم إحنا عندنا غضريف دي أوزان بتسلم بعضها بالتدريج كل منطقة اللي هي وزن تقدر تتحمله لكن بيجي منطقة اللي عليها حملة زيادة دي ممكن تشتكي بسهولة لو أنا ما تعملتش معها بشكل صحيح المريض بيبقى سواء عنده تاريخ مرضي أو بإدعاء بإصابة معينة هو عرفها سواء إن هو عمل حركة غلط زق حاجة شال حاجة تقيلة الستات طبعا في البيت تجيت مثلا بتوطن الأرض تشيل طبقة غسيل تقيل ربا ديوم الصحة يعني بتشيل حد جاي من السوق شاي الخضار يعني الشكاوي الشائعة بيحمل على ناحية أكتر من التانية وطة توطية غلط اتعرض لتاريخ هو طبعا في فترات الصيف يبقى المروح الناس جاية تبقى داخل ظهرك سخت اتعرض لمروحها ده يعمل طبعا ألم شديدة والكلام دوت وبتساعد أكتر لما يحصل تقلص العضلة تساعد إن يحصل بروس والغضروف يبدأ المريض يشتكي من ألم في الظهر يصاحبها يبدأ الألم ينزل لأحد الأطراف ويسمع بتنميل وفي بعض الأحيان الحالة بتتطور بسرعة إن تعمل خدل يجي مثلا في الأطراف العلوية يجي يقولك أنا بمسك الحاجة بإيدي تقع مني أجي أرفع إيدي مش قادر أرفع كأن في حاجة ضغطة علي يعني مش قادر يتحكم في الطرفين الصفلين يبقى فيه تنميل في كافة القدم يقولك بلبس الشبشب مش عارف أدخل رجلي في الشبشب أمشي فترة يتخلع مني مش حاس ممكن وأنا ماشي أكعبل في حاجة لأنني مش قادر أرفع كافة القدم وما أخدش بالي في كعب اليقع أو رجلي تخونه دي أعراض متطورة في أعراض بقى أشد حدة إن إحنا ودي بنسميها مضعفات لانزلاق الغدروفي خاصة لو كان انزلاق الغدروفي حاد إن تعمل لنا مشكلة تنميل عنيف في منطقة الحوض وتعمل عدم القدرة على التحكم في البول وساعات الإخراج ده هو الغدروفي الحاد الحاد بيعمل تأثير شديد وفي بعض الحالات اللي هي المزمنة اللي ممكن يحصل فيها تطور سريع يعني فيه مريض بيعيش مثلا بالغدروفي 3-4 سنين بيتعالج ويروح وييجي على الألم وفجأة يخرج من مكانه يعمل برضو نفس المشكلة اللي عملها الحاد يعني دكتور أفهم من كده إنه ممكن الزراق الغدروفي يجي لي في الحال آه نشوفه كتير في الحال مش على مثلا المضى الطويل أو يبدأ يظهر عليه حاجات ممكن تتعالج نوعنا حراكة اللي بنشوفه إنه هو المريض اتحرك حركة عملت يقولك مش قادر أقيم دهري ويوجع في رجلي فيروح المستشفى نعمل الأشعة نلاقي المشكلة بتاعت الأنزاق يقوله في ده هل هو المريض حصل له قلم قبل كده وما خدش باله منه أو عدى منه بسرعة هل هو كمهمل في نفسه ما بياخدش باله من الحاجات دي هل هو الجسم استحمل مرة واتنين وثلاثة وده له انذار وجات المرة دية تقال له لا أنا مش قادر مش هستحمل أكتر من كده لأن إحنا ربنا مدينا يعني نعمة اللي هي الانذار نيقولك فيه ألم حصل ألم في المنطقة دي خد بالك مرة واثنين وثلاثة فيه بني قدم بيتعاف على نفسه أو يخاف إنه هو يروح للدكتور فيقول له أنت عندك غضوك كلنا كده الحقيقة يعني رهبة مع إن إحنا عندنا بنسب كبيرة جدا من الغضاريف بتتحسن بالعلاج وتحسين طريقة الحياة وتخفيف الوزن ودي هنتكلم عليها في الانشواء طيب عايز أعرف برضو إيه الفرق ما بين الانذاراق الغضروفي وألم الضهر إحنا عندنا الاثنين فيهم تشابه كبير عندنا الضهر فيه ألم كتيرة ممكن تحصل يعني في منطقة الضهر بعيدا عن الزاق الغضروفي لأن إحنا عندها المنطقة دي فيها عضلات عضلات شديدة ممكن يحصل تقلص العضلة وتقلص العضلة ده شديد شوي يعني ممكن يحتاج فترة علاج وتأهيل وعلاج طبيعي ورح وتخفيف وزن لأن العضلة دي بتشيل حم عندنا مشاكل المفاصل اللي بين الفقرات دي مع تقدم السنة ممكن يحصل لها خشونة مع زيادة الوزن ممكن يحصل خشونة تسبب ألم عندنا المفاصل الحوض أو المنطقة الواصلة ما بين العمود الفقري عندنا منطقة الفقرات العجزية لعضمتين الحوض دي منطقة مفصل بتسبب ألم شديد برضو لو نتيجة خشونة أو نتيجة إن إحنا بنأمل حركات برضو عنيفة شوية على منطقة الحوض فدي بتسبب ألم شديدة في منطقة الضهر فيه ألم تانية بعيدا عن المخ والعصاب والعمود الفقري متشابهة مع منطقة ده يعني المغص الكلوي بيجي عندنا في المنطقة جنب العمود الفقري بألم يعني بيبقى جديد برضو شوي نازم مريض يتجه بسرعة لطبيب متخصص عشان يفرق له المشكلة دي من المشكلة دي ويوجهه صحة طب دكتور بس عشان الوقت بس عايزين نعرف بس محبوبك إيه الحالة اللي ممكن من خلالها أعرف أن الطبيب المريض الحل الأفضل ليه هو العملية يعني مفيش حال غير أن أنا أعمله عملية إحنا بعد ما المريض بيبدأ يشتكي بيتوجه لطبيب متخصص يقدر يشخص حالته ويقدر يتعامل معاه ويتكلم معاه يشرح له حالته وعمله إزاي أهم حاجة أن إحنا نتكلم مع المريض تمام لازم المريض نعمله تأهيل نفسي لأن المريض بيخاف وبيبدأ الخوف بتاعه دوت المخ بيعمل إلهاء للمنطقة دي يقول له أنت ما عندكش غدروب بتاعه وبيخاف يسكر كلمة الغدروب عشان ما يتخلش في عمليات فإحنا دلوقتي بنتكلم مع المريض طبيعة حياتك عاملة إزاي؟ لا خفف من الأوزان اللي بتشيلها ما تعملش حركات غلط ما تعرضش لطيار هوا فترات طويلة حاول أن أنت تنزل وزن تبطل لعداد السيئة زي بتدخين اللي بتضع في الأنسجة بتاعت الجسم حاول تعمل رياضة بصورة منتظمة طبعا إحنا المشي ركوب العجل السباحة طبعا لو متاحة بس إحنا عندنا هنا في مصر اللي في صلاح بتاعنا ما بيسمح لننشب السباحة كتير دوائي وبنقوله على راحة معينة وبنعمل علاج طبيعي العلاجات دي بتستمر من 6 أسابيع ل 8 أسابيع وبيحصل تحسن كبير في 80% الحالية التحسن بيحصل في الأعراض مش في الأشعة عشان فيه ناس بتفتكر أن أنا عملت أشعة لقيت لنزل غضروفي وبعد ما الأعراض تختيفها من الأشعة لقيت الغضروفي انتهى لا الأعراض هل انتهى والأعراض دي ممكن تنتهي معاك يوم شهر سنة عشر سنين طول ما احنا ما عندناش ألم شديد ما بيستجبش العلاجات ما عندناش خدل في الطرفين سواء العلويين أو السفليين ما عنديش عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز سببه يكون الغضروف أقدر أكمل بالعلاج فترات طويلة لكن أي حاجة من العلامات الثلاثة دول حصلت لي الألم مش خليني قادر أتحرك والعلاج مش جايب معنا نتيجة أو بدأ يبقى فيه عدم تحكم في الوظائف الأساسية في جسم الإخراج البول أو البراز أو عدم القدرة على المشي أو أن أنا أشيل حاجات بداية إيضا لأ ساعتها أقول لازم نتدخل عشان ننقذ اللي إحنا خسرها ما فيش حال غير العملية ساعتها مش يابقى فيه حال غير العملية طيب نصيحة ده أخيرة من القلب كده لكل الناس اللي بتفرج علينا وكل الناس اللي يقصها الموضوع ويهمها الموضوع وعايزها تستفد فعلا من الموضوع ده إحنا يعني ربنا بيدنا نعم كتير وابنعرف شيئمتها غير لما بتروح منها بحية تمام؟ وعمر ما فيه حاجة أحسن من خلقة ربنا فنحافظ عليها على قد ما نقدر لأن إحنا اللي بنخسره فيها صعب تعويضه مهما وصل لعلمه ومهما وصلت لتقنيات الحديثة إن إحنا نعوض ونعمل الإعجاز اللي بنشوفه وإحنا شغالين في خلقة ربنا مفيش حاجة تقدر تعوضه تاني فالوزنه زيادة يحاول ينزل وزن يعني إن شاء الله ربنا يكلم نحنا كمان ننزل وزنه اللي بيدخن يحاول يبطل تدخين اللي ما بيلعبش رياضة يعمل رياضات رياضات البسيطة بلاش أن أنت تروح لحد صالت حديد حد مش متخصص يقول لك اعمل كذا فاتيجي تشيل حاجة يجي لك الغروف لأ تروح لحد متخصص يقول لك تعمل رياضة زي ونغير العداء بتاعتنا مش لازم أشيل عشرة كيلو لا أشيل أوزان بسيطة مش لازم أجي أزوق حاجة مثلا بروكبيتي يعني الحاجات دي تقعف مرة واثنين وثلاثة بتعدي لكن بتسيب أثر وتيجي مرة دي اللي بتقسم الضغر دي حقيقة شكرا لك دكتور أحمد نورتنا النهاردة دكتور أحمد محمد رفعت استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري جراحات منازل العمود الفقري والجراحات الماكروسكوبية لازم يا جماعة نخلي بنا من العمود الفقري نخلي بنا منه إن احنا نتغزة كويس نخلي بنا منه إن احنا نلعب رياضة بطريقة صحيحة وبطريقة كويسة في ناس شباب بتنزل الجيم عايز يشوف قوته لا ده نقوي ده نقدر يشيل الحاجة دي أكتر عندي طب ليه طب ما أنت تبدأ بالروحة لحد ما العضلة بتاعتك تتقوى لازم تزبط من نفسك أول ما تحس في قلم روح للدكتور اتعالج وشوفه هيقولك إيه وابدأ معاه رحلة العلاج علشان تعرف قصي ما فيش أهم من صحتنا يعني صحتك أهم من الشغل وصحتك أهم من أي حاجة تابع مع الدكتور أكيد طبعا هيفيدك مش هيضرك وطبعا الدكتور لما يقولك عملية هو مش يقولك عملية عشان عايز يعمل لك العملية هو يقولك عملية إن الحل الوحيد لحلتك هو العملية فأنتوا طبعا دي مش هتبقى مشكلة معاك هروح لفاصل وبعد الفاصل هيكون معانا دكتورة غادة محمد عبد المنعم أستاذ مساعد مركز البحوث الزراعية انتظرونا بعد الفاصل